الآن بالنسبة للتسريح سيد جايد صالح القائد العام اللي معليه كقائد عام للجيش الوطني رئيس أركان رئيس أركان أنا درت بيان في اليوم الثاني في نفس اليوم يعني درت بيان وراها اصدر في تياسة والناس كلها قراطو يعني أولا قلت في البيان بأنني أحيي هذه المبادرة من طرف الجيش الشعبي الوطني لماذا أحييها لأن كلنا نعرف بأن المؤسسة الوحيدة التي لا تزال قائمة في هذه البلاد ومتحملة لمسؤولياتها هو الجيش الوطني الشعبي وما كما تفضل الأستاذ دربال مهام الجيش الوطني الشعبي هي حماية البلاد حماية الوطن وعلى أمنه وبالتالي أنا شخصيا لست من الذين يقولون بأن الجيش يخرج من السياسة وأتذكر عندما كان مؤتمر جبهة تحرير أنا ذاك وأخرج الجيش من السياسة أنا شخصيا اشماء اشماء الزيت هل يمكن أن نخرج من الحوار السياسي لأن فيه خلط بين الانقلابات اللي كنا نعرفوها والتدخل العنيف للجيش وبين اهتمام الجيش بشؤون الأمة أي مواطن له الحق بأن يأتي رأيه فيما يتعلق بشأن الوطني سبق لي في لقاء